اهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة يمكن الفترة اللي فاتت على مدار اربع شهور كانت القضية الابرز على الساحة الامريكية هي التهم اللي كانت موجهة لرئيس الامريكي دونالد ترامب من اجل عزله طبعا اذا كان ده حصل كان يبقى رئيس الامريكي الاول اللي تم عزله ولكن زي ما كتير من التوقعات قالت ان محاكم ترامب مش هتعدي من مجلس الشيوخ وبالفعل تم تبرئته في مجلس الشيوخ امس الاول النظر الكثير من المعطيات ابرز على سبيل المثال طبعا اعداد الجمهوريين في الفقرة دي نتكلم عن ما بعد تبرئة ترامب احنا يمكن فيه بداية لاستعدادات للانتخابات بمرحلها هل ارتفعت اسهم ترامب في الانتخابات الامريكية بعد هذه البراءة اللي حصل عليها من مجلس الشيوخ طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه هذه الانتخابات بتهم العالم كله وليس داخل الامريكي فقط خلونا نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم فلسوزيو سيد زكريا عثمان المحلل السياسي وخبيل علاقات الدولية بالاهرام اهلا بحضرتك سيد اهلا بك خليه في البداية اسألك هل نقدر نقول ان اسهم ترامب في الانتخابات الامريكية نوفمبر المقبل ارتفعت بعد هذه البراءة ولا نصدق اما قولت انه هذه المحاكمة كانت شكل من اشكال الخدعة يعني في الواقع ذلك نقول ان كل يعني كل اراء المتخصصين تهدف بامتياز الى ان شعبية رئيس امريكي دورا ترامب وصلت الى اعلى مستويتها عقب المحاكمة التي اجريت له وتم التبرأته منها بالفعل في مجلس الشيوخ الامريكي في يوم الاربع الماضي ولا دل على ذلك من ان شعبيتها لم تكن لتتعدى حاجز الثلاثة وثلاثين في العام الماضي بينما وصلت الان الى ثمانية واربعين وذلك وفقا لابرز واحدث ثمانية واربعين نعم بالمئة دين اسبع عليا طبعا نعم وفقا لابرز استطلاعات الرأي الداخلي الامريكي وبالتالي اعتقد فضلا ان الجميع يعرف ان استطلاعات الرأي العام في الوظم تحت الامريكية تمثل احد ابرز دواء صنع القرار الامريكي وبالتالي لا يمكن على الاطلاق اغفالها او التقليل من شأنها هل هذه النسبة وصلت لهذا الحد لا علاقة بالبراءة اذا كانت اصلا قراءات من البداية بتقول انه يعني لن يتم المحاكمة بأي شكل من الاشكال هل هذه النسبة برأيك استاذ ذكرية لا علاقة بالبراءة ام لا علاقة بتحركات اخرى في الداخل الامريكي يعني في الحقيقة دعيني اقول ان الرئيس الامريكي وكما ذكرت انيفا او في مرات عديدة في منبر قناتكم انه يتعامل دائما مع الولايات المتحدة الامريكية بعقلية رجل اعمال البحثة وليس بعقلية رجل الدولة وهذا بالفعل ما سمح له بان يدير البلاد بعقلية رجل اعمال ونجح بالفعل في اصلاح المنظومة الاقتصادية في الداخل الامريكي وهو بالفعل ما يعني النخم الامريكي دعيني اقول انه وبعيدا عن السجال او النزال السياسي بين الكتلة السياسية والتي ربما لا يعنى بها كثيرا النخم السياسي او العامة في الشرع الامريكي دعيني اقول ان في الحقيقة الموطن الامريكي معنى بامتياز بالحالة الاقتصادية ودعيني اقول ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب برهن للجميع انه بالفعل قدر على ادارة البلاد اقتصاديا بل وسياسيا وعسكريا ولا دل على ذلك من ان هناك انجازات عديدة ونجاحات متتالية حققها دونالد ترامب خلال السنوات الثلاث الماضية وخلال هذه السنة الرابعة والاخيرة له في فترتي الاولى دعيني اقول على سبيل المثال هو بالفعل طرح لان النخم الامريكي ابرز انجازات الاقتصادية والتي تمثلت في ان الاقتصاد الامريكي كما ذكره هو حرفيا في نص خطابه حالة الاتحاد الذي ألقاه دعيني اقول انه قال بالفعل ان الاقتصاد الامريكي في افضل حالته الان على رغم انه كان في قراءات انه احتمالات دخول الاقتصاد الامريكي بركود يعني دعيني اقول كل هذه القراءات للأسف كانت قراءات غير صائبة او انها جنبها صواب كثيرا او متحفظا لو ترامب نعم بدليل ان اولا البطالة معدات البطالة في الداخل الامريكي وصلت ادنى مستواتها في خمسة عقود نهيك ايضا انه ذكر بالفعل انه نجح في تدشين او بناء 12 الف 12 الف مصنعا وانه نجح بالفعل في توفير 7 ملايين فرصة عمل خمسة مالين منها بالفعل حصلوا عليها شباب دخلوا سوق العامل الامريكي للمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة وهذا انجاز غير مسبوق لرئيس الامريكي دعيني ايضا اقول انه نجح بالفعل كما وعد في تخفيض الضرائب دعيني اقول انه ايضا نجح في الكثير من او في تحقيق العديد من وعوده السياسية على سبيل مسألة الحصلة حتى دعيني اقول ان اختلفنا معه تماما باعتبرنا عرب في قضية اعلان القدس عاصمة لاسرائيل اللي انه كانت احدى الوعود الانتخابية التي طرحها اثناء حملات الانتخابية في الفيض دعيني سأل حضرتك استاذ ذكرية لو تسمح لي تأثير اللي حصل من كواليس في الاسابيع الماضية من محكمات ومن رفض شهود ومن بعض التسريبات لمكالمة مع رئيس الاوكراني وهذه الاشياء التي خرجت ضد ترامب او تدين ترامب هل تؤثر على فرص توليه فترة ثانية باي شكل من الاشكال؟ في الحقيقة هي عززت من فرص فوزه بفترة رئيسية ثانية وافسحت له المجال بدليل كما ذكرت منذ فترة بسيطة انها نجحت بالفعل في رفع شعبيته من 33 الى 48% دعيني اقول الجميع عرف ان هذه مسألة ان اجراءات عز ترامب لم تكن او لا تعد في مجملها اكثر من كونها حملة دعائية جاءت في صورة اجراءات ديمقراطية اجراءات قام بها الديمقراطيين في مجلس النواب لكن دعيني اقول ان هذه الاجراءات لم يكن ليحكم لها او ليحكم عليها بنجاح اطلاقا يعني ببسيط العبارة عفوا بصريح العبارة لان الديمقراطيين انفسهم كانوا دلكننا تماما ان مسألة عزل ترامب ليست صعبة فقط بل هي بالمستحيلة بدليل انهم يعرفون ان اقصى ما بوسعهم لا تعدى تمرير مشروع الاتهام داخل مجلس النواب باغلبية 50% زائد واحد وهو بالفعل ما نجحوا في تحقيقه ثم احيل مشروع الاتهام الى مجلس النواب وكان يعرفون ان مجلس الشيوخ اغلبيته ديمقراطية وان الديمقراطيين لن يقدموا تماما على استهداف حزبهم وبالتالي النيل من رئيسهم او النيل من مرشاحهم لفتاة الثانية وهو دونالد ترامب نعم عن الجمهوريين هم كانوا الديمقراطيون كانوا يعرفون تماما ان الجمهوريين نعم بالضبط وبالتالي مشروع الاتهام عندما احيينا من مجلس النواب ذات الاغلبية الديمقراطية الى مجلس الشيوخ ذات الاغلبية الجمهورية كانت مسألة عزل ترامب او محاكمته محكم عليها بالفشل المسبق والزريع في اطار حديث حضرتك عن ان هذه المحكمة كان محكم عليها بالفشل من هنا في هذا المشهد الفريق الذي خسر هذه او خسر القادم ربما من المشاهد الهامة في الانتخابات الامريكية وغيرها من المشهد الامريكي والفريق اللي ربما الفائز بعد تبرئة الرئيس الامريكي دونالد جون يعني في الواقع دعيني استخدم لفظة ادبية في هذا المدمار وهي ان السحر مقلاب على الساحب بمعنى ان الديمقراطيين عندما خططوا لاجراءات عزل ترامب واثروا القضية برمتها وبامتياز منذ البداية هدف كما ذكرت انيفا لم يهدفوا اطلاقا الى عزل ترامب لانني كما قلت اجراءات عزل ترامب تعد مستحيلة اولا نظر لأليات معينة أليات التنفيذ أليات الشروط أليات التوقيت أو الوقت لان اولا اجراءات عزل الرئيس لابد ان تستغرق حقيقة عامية ولكن حتى الشروط نفسها لابد ان تستند الى شروط قانونية وليست سياسية دعيني اقول هذه الاتهامات كانت مسيسة كانت سياسية بحتة ولست قانونية اذا المسألة كانت مسألة صعبة للغاية ولكن دعيني اقول ان الهدف الاساسي الذي دفع الديمقراطيين الى اجراء كل هذه الضقة هو النيل من شعبي ترامب او دعيني اقول هزل صورتي في الشرع الامريكي اولا نعم هزل صورتي في الشرع الامريكي حتى للنيل من شعبياته وبالتالي لحمل او لدفع الناخب الامريكي الى عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة هذا هو الهدف الاساسي من وراء كل هذه الضقة او ما يعرف بمحاكمة ترامب لكن دعيني اقول ان سحن قلب على سحن تماما وللأسف شعبيت للأسف بالنسبة طبعا من موضوع ديمقراطي ولحصن الحظ من موضوع ترامبي وبالاحرى جمهوري انقلب السحن للسحن وبات الان الشرع الامريكي يعي تماما ان مستقبله الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي شهد انجازات غير مسبوقة في التاريخ الامريكي على يد ترامب بات يدرك تماما ان فرصه الان في الفوز بفترة رئيسية مقبلة هي فرص واعدة وكثيرة وكبيرة حبا اسأل حضرتك عن موقف الشرع الامريكي في هذا التوقيت حينما خرجت بقى اسلاب المحاكمة وتحديدا المقلمة الهتفية مع رئيس الاوكراني الى اي مدى كان متأثر وهل يتأثر باي حال من الاحوال الشرع الامريكي بالسياسات الخارجية ولا في المقام الاول بنتكلم عن وضع الاقتصادي ده اللي بيهم نعم يعني في البداية دعني يعني افند او اعرج بنسبة من التفصيل والتدقيق في واقعة الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الاوكراني نعم ازرينيس كده علي اقول ان هذا الاتصال اولا الرئيس الامريكي يتسم في تصرفته بالعفوية او التلقائية او الارتجال ولم يكن سم انه كانت هذه المكلمة لم تكن سرية كما ذكرت بعض الدوائر السياسية او حتى الدوائر الاعلامية في الوسط الامريكية ولكنها كانت مكلمة علنية اجراها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على مرأة ومسمع من العديد من المسؤولين الذين كانوا من بينهم دموقراطيين ايضا اذا المسألة لم تكن لكن دعين اقول ان ترامب لا يكترس في معظم تصرفته لم يكن في مجملها بالمسائل البروتوكولية بل انه كما ذكرت منذ قليل انه تصرف بشيء من الارتجالية او العفوية او التلقائية واعتقد ان ما حدثه عبارة عن تصيد اخطاء من قبل الديمقراطيين الذين صعدوا الموقف وارادوا ان يتعاملوا مع الموقف من باب سكب الزيت على النار ووجهوا اليه تهمة سوء استغلال السلطات بانه حث النظرات الاوكرانية على حتمية فتح تحقيق ديد هانتر نائب الرئيس الامريكي السابق جو بايدن على خلفية بعض العمليات التجارية التي يديرها ناجد جو بايدن في اوكرانيا ولكن دعيني اقول ان هذه المسألة كما ذكرت قالوا انه اذا التهمة انه حجب مساعدات امريكية ملحة لحليف امريكي كبير كاوكرانيا وهي دورة جوار لعدو تقليدي وهو روسيا فقط لتحقيق مصالح الشارع بقى لامريكي استاذ زكري اعتقد ان الشارع كانوا ياخد موقف من هذه الادانات انا لا اعتقد فقط بل انني اجزم ان الشارع الامريكي 99 و18% منه اذا لم يكن 100% لم يكتلس اطلاقا بهذه الواقعة ولا بالاثار السياسية او الاجرائية المترطبة عليها الشارع الامريكي مهتم فقط بالجوانب الاقتصادية مهتم فقط بتوفير فرص عمل مهتم فقط بالحد من معدلات البطالة والتضخم ومشابه ذلك وخفض الضرائب واعتقد ان الرئيس الامريكي قدم له الكثير في هذا المدمار خلينا اسأل حضرتك هل فرص هنا الجمهوريين تحديدا في ترامب افضل نظرا للمؤشرات هل فقط بسبب انه كما يقال في الاوساط الامريكية انه الصف الديمقراطي غير منظم في هذه الفترة ولا نظرا لانه بالفعل زي محرك ذكرت انه المواطن الامريكي شعر بتحسن وتنفيذ للاجندة التي طرحت ترامب في بداية في بداية قدومه للبيت العبيد يعني دعيني اوحييك على طرح هذا السؤال ولكن دعيني اقول ان الاجابة تأتي من ثانية سؤالك وهو ان لسببين معا اولا الاصطف الجمهوري يبدو عليه مسجد من الانقسام او دعين اقول ان الديمقراطيين لم ينجحوا في ترتيب البيت الديمقراطي من الداخل حتى هذه اللحظة بذلير ان هناك انقسامات ديمقراطية كثيرة على سبيل المثال الحص الجميع عرف ان الانتخابات التمهيدية التي يديرها الحزب الديمقراطي الان للتواصل الى مرشح النهائي سوف تم الإعلان عنه لاحقا في المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي اعتقد في في الفترة ما بين الثالث عشر والثالث عشر من يوليو تموز المقبل اعتقد ان هناك ثمت تنافس التاسم على درجات الشراسة والاستهداف والمكايدة وهذا ما لم نره من قبل داخل المعسكر الديمقراطي الأمريكي وبالتالي كل هذه الأمور تؤثر على لملمة الأوراق الديمقراطية لمواجهة دعيني اقول لمواجهة الأسد الترمبي الذي أثبت جدارة وهذا هو السبب الثاني بمعنى أن ترمبي الآن أثبت بالفعل أنه حقيق أنه حقيق وحقيق به أن يتولى أن يتولى زمام الأمور لمرحلة رئاسية ثانية طب أنا وقتي بنتهي ولكن حب أسأل حضرتك عن شخصية ابتدت تبرس في في الانتخابات التمهيدية مايكل مايكل بلومبر كان عمدة نيويورك ملياردير أيضا يتسم بالتحدي المباشر ومواجه مع ترمب رأي حضرتك إيه في تواجد ده بس سريعا بعد ذري أستاذ زكري يعني دعيني أقول يعني سريعا للغاية يعني بغض النظر عن ظهور بعض الشخصيات السياسية في المعسكرين الجمهوري والديمقراطي على هذه السواء دعيني أقول أن الواقع يقوله بامتياز أن ترمب أثبت حقق النجاحات وأثبت ذاته ليس فقط على الساحة المحلية بل دعيني أقول والدولية أيضا وبالتالي بات الجميع يدي له بالفضل داخل الأوسط الأمريكية وبالإعجاب وبالحاجة إلى سلسة تجربته الاقتصادية النجاحة في الخارج وبالتالي دعيني أقول ظهور كل هذه الشخصيات حتى بما فيها الشخصيات الديمقراطية التي نكحت في الانتخابات التمهيدية ببيت بوتت بيت بوتت جيج الصعب النطق في اسمه دعيني أقول أن كل هذه الشخصيات لم تكن ولن تكن لتؤثر على فرص ترمب الواعدة في الفوز بفترة ثانية سوف نرى الإعلان عنها قريبا في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في العام الجاري سنتابع محضرتك طبعا هذا السباق بين المعسكرين والهام جدا بالنسبة للعالم كله أنا أشكر حضرتك على كل هذه المعلومات أستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بالأهرام والمحلل السياسي شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك